اسم الله الرحمن الرحيم من لعبة فرنسية سنة الثالثة ابتدائي نستأنف مع صفحة رقم 56 دائما عندنا في الفداية كما نرى تقييم ودعم كما قلنا فيما سابق تجي من فعل يعني قيامة أو تمانة شيئا يعني تعطي واحد تامان واحد القدر واحد القيمة تجي من فعل ستنير يعني دعامة إذن عندنا في العنوان يعني قراءة أو اقرأ من أجل المتاع طبنا nerd writer يعني failed word C curve طب بعد الحال اقرأة من أجل المتاع هذه حقيقة لأننا عندما نقرأ نحس بالمتاع لماذا؟ لأننا من خلال هذا القراءة نكتشف آراء الآخرين ونكتشف تجاربهم وبطبيعة الحال الأهم فتش كله أننا نكتشف الأمور وبدون تعب لأن التجربة في الواقع أنها تستحق وحتعب الإنسان تنخارط في بعض الأعمال التي تمليع عليه طبيعة الحال ضروفه وبطبيعة الحال أنه تكتشف منها تجارب إذن طبيعة الحال هالتجربة يأخذ بعده صيرا وبعده متابرة وبعده جهد إذن الإنسان عندما يقرأ كتابا فهو يأخذ الأمور وبدون تعب وكأنه في صفر إذن طبيعة الحال هو سيحس بمتعة إذن القراءة طبيعة الحال تجلب المتعة والأهم من هذا أنها تنور العقول إذن لغبغلو بليزير إذن اقرأ من أجل المتعة إذن عندنا في الصورة الأولى كما نرى سيلا بتيت في شما إنها البنت صغيرة شما سيلا بتيت في شما تباعد حالةİ في اللغة الفرنسية أنها الصغيرة البنت شما ولك المقصود بها إنها البنت الصغيرة شما إذن تباعد حالة نسبق بعد مرات الوصف عن الإسم هناك بطبيعة الحالة أخرى تقمة الوصف إذا سأرى هذة د event إنّ البنتواً صغيرة يـ شاما ألي¡ لا aguugh recruit تـيّا ألي هيّ نصوم ألي نحن في المنزل Dri este انتم في المنزل إلسان مشي إلزان مشي أفوار إلسان على ميزان يعني هم في المنزيل إذا طبعا الحال يكفي أننا نكونوا حافظين لو ذرب أتر باش تكون عدنا هد المعاني إذا إلسان على ميزان يعني هي في المنزيل إلدون أمانجي أو بول هي تعطي الأكلة للدجاجات طبعا الحال تكلمو على البول هذي كلمة في ميناء كلمة مؤنية إلدون أمانجي أو بول يعني هي تعطي للأكل للدجاجات كما لو نقول عدنا هد آل تنشوف فوق منا أكسون هذي مشي أفوار إذا هد آل بحال حرف الجر مثلا نقول جوفي ألي كول ممكن يجي مراء اسم وتتلعب بحال الدور دي الحرف الجر تنقول مثلا جوفي ألي كول يعني أنا أذهب إلى المدرسة وبطبيعة حال تتجي في معاني عيدة لحسب الجملة إذا عندنا هنا إلدون أمانجي أو بول يعني هي تعطي كما لو نقول لأكلة للدجاجات إذا هنا عندنا كما لو نقول تعطي لتأكلة للدجاجات إذا إلدون أمانجي أو بول طبال حال تنقدر نقول في جمال أخرى مثلا إلدون هو يعطي طبال حال السلوفاب ضني يعني أعطى إلدون أمانجي بنفس الشكل أو كنار أو كنار أو كنار للإوز تولي جو يعني كل أيام إذا إلدون أمانجي أو كنار مثلا إلدون أمانجي أو كنار تولي جو يعني أنه يعطي الأكل لإوز كل الأيام في الصورة الموالية كما نرى يلدون أمانجي يعني هو يعطي للأكل كما لو نقول ولكن المقصود أنه يعطي الأكل أأني نورم أليغاتور أأني نورم أليغاتور سوافاج سوافاج إذا يعطي الأكل لتمساح ضخم سوافاج يعني أنه متوحش دوووو يعني من انطلاقا دوووو يعني انطلاقا أو من سوافاج يعني من ماركبه يعني أنه تعطي للمأكل الهد التمساح انطلاقا من فوق ماركبه هذا المقصود إذا إلدون أمانجي أعني نور ماليكاتور سواج دبوي سنباتو يعني انتلاقا من مركبه أو مثلا كما عندنا في الصورة الموالية إني بلانجيوز أباد الحال نتكلم على الوفير بلانجي أباد الحال ناجي هي سبها بلانجي يعني أنك تاروس بلانجي يعني غاسة إذا نتكلم عنه إني بلانجيوز غواسة يعني سيدة تاروس داخل الماء كما نرى الوفير بلانجيو المقصود به إمرجي ضنزال ليكيد يعني أنك تختفي وساطة سائل إمرجي كالكوشوز ضنزال ليكيد يعني أنك تغمس شيئا وتغطس شيئا في سائل إذا نتكلم عن إني بلانجيوز نتكلم هنا عن إني بلانجيوز يعني سيدة تغطس إذا كما نقول راطسة أو غواسة بنت غواسة أن تروز داخل الماء إذا نسميها إني بلانجيوز يعني غواسة نقول أم بلانجيوز أم بلانجيوز أم بلانجيوز كاللويدون أمانجيوز في حين هي تعطيه ليأكل إذا إني بلانجيوز موضي بلانجيوز أم بلانجيوز أم بلانجيوز إذا غواسة يعني عدت من طرف القرش في حين كان تعطيه ليأكل إذا نتكلم عن دوني أمانجيوز إذا العبارة وقال هكذا أنك تعطي ليأكل لشخصين في حالة الإنسان مثلا نقول كون آم بابا كري عندما الطفل يصرخ طبعا تحالة نتكلم على لذوب كريي كون آم بابا كري عندما الطفل يصرخ بلانجيوز لأنه عنده جوع فعنجوع إذا إلا يعني عنده جوع مقصود أنه جوعان إذا كون آم بابا كري بلانجيوز عندما الطفل يبكي لأنه جوعان يعني أننا نعطيه ليأكل إذن في الصورة الأخرى لدوزيان إيماج كيس كونا عندنا شاما تس أنطبي شاما تنسو جو زربيا أو سجادا إذن سلوفي عن تيسي كما قلنا في المماضة إذن شاما تس أنطبي شاما تنسو جو سجادا أو زربيا ساماما يعني أمها ساماما أمها أو أمها عندما نقول ساماما المقصود بها أمها أو أمها إذا تكلمنا على عمر مثلا نقول ساماما بنفس الشكل يعني أمها طب هالحال هنا قلنا أمها لأننا في اللغة ذكرنا شاما قلنا شاما تس أنطبي إذن شاما تنسو جو سجادا إذن طب هالحال إذا قلنا ساماما المقصود بها أمها إطاكوتي بال يعني أنها بقربها كلمة أكوتي يعني بالقرب إذا نتكلم هنا عن سامامون يعني أمها أي يعني هي أكوتي يعني بالقرب دال هنا لدينا دو أل دو أل مينها مينها يعني مين شاما ممكن أننا نقول سامامون أي تاكوتي دو شاما تفاديا للتكرار ما غد جيناش باش نعودو شاما مرة أخرى إذا نعودوه بهد آل إذا سامامون اتاكوتي دال يعني أمها بالقرب منها هنا قلنا سامامون اتاكوتي دال قلنا دال يعني مينها طب هدل حال تكلموا على شاما عوضنا بهد آل لأن شاما بنت إذا طب هدل حال إذا بش نتخذينا شي واحد مذكر ماذا سنقول إذا ممكن أننا نقول جاءتي آكوتي دالوي يعني أنني كنت جاءتي يعني أنني كنت آكوتي دالوي يعني بالقرب منه عندما هو توفى يعني أنا كنت بالقرب منه عندما هو توفية إذن عندنا أكوتي دولوي طبعا تتكلم على شخص مذكر إلا وغنى تتكلم على شخص مؤنك نقول يعني أنا كنت بالقرب منه عندما هي توفيت إذن يعني أنا كنت بالقرب منه عندما توفية دي سيدي هي توفية إذن جاءتي أكوتي دولوي كنت لدي سيدي عندما هو توفية إذن طبعا الحال لأخذينا واحد الجملة مماتلة بحالي الشامة إذن ماذا سنقول مثلا عن عمار عمار في سي دووار يعني أنا عمار يفعل ينجز عمار في سي دووار يعني أنا عمار ينجزه واجباته سامامو اي تاكوتي دولوي يعني أنا أممه بالقرب منه طبعا الحال مغل نجزه بالقرب منه إذن تكلم على الشامة انغولو أكوتي ديل ولكن بالنسبة لأمار سنقول أكوتي دولوي يعني سامامو اتاكوتي دولوي يعني أممه بالقرب منه إذن طبعا الحال كي نفرق أمار في سي دووار سامامو اتاكوتي دولوي سورة الإمار السوئيوني أمار في سامرا فيا للمانزي ماكينا رمدار سامرا للمدار سامرا فيا للمانزي إذن تهتي للمانزيل فيا للمانزي سي لو فينgov بهنير دفع لجا إذن فيا للمانزي بور شامة إذن تهتي للمانزي لتارا شامة إذن المدرس الساميرا تأتي إلى المنزل لكيتارا شاما إذن المدرس الساميرا تأخذ معه طبعا الحال عدنا نع bass لكيتارا شاما يعني أن المدرس الساميرا تأتي بشاما إلى المدرسة إذن المجدرس الساميرا تجلب معك شي حاجة طبعا الحال جابت معها مشاما إلى المدرسة طبعا الحال باش نفهمه مزيين سوف نرى أولا هذا المقصود به هو يعني أنك تفعل على المجيء معك يعني مع الشخص يعني أنك تعمل على المجيء يعني ضمنيا أنك تعمل على أن تأتي بشخص مثلا إذن يعني أنك تعمل على المجيء معك يعني مع الشخص المعني بالأمر يعني أنك تعمل بشتجب معك بمعنى آخر يعني أنك تحمل إلى مكان المعين يعني أنك تحمل إلى مكان المعين يعني أنك تأتي معك شي حاجة لمعين تلوح دي المكان و تتحطه إذن تحميل إلى مكان معين يعني أنك تجيب معك إذن ممكن أن تجيب معك شخص و ممكن تجيب معك شي حاجة إذن تعمل على أن تأتي بشخص معك أو تعمل على أن تأتي بشيء معك يعني أنك تحمل إلى مكان معين ممكن أنك تجيب معك شي واحد في السيارة إذن أنت تحمله ممكن أنك تحمل شيئا معك من مكان إلى آخر إذن طبعا الحال أنت تأتي به إذن طبعا الحال هنا نتكلم عن لوفر أمني طبعا الحال لوفر أمني لوفر أمني المقصود بأمني دونوفو و بيانفار غوذونيغ يعني أنك تعمل على أن يرجع تعمل على رجوع شخص مثلا و بيانغيدويع يعني أنك تقلس هذه الطبعات الحال سنراها في الموضوع آخر إذن أمني دونوفو تأتي بمعيتك للمرأة الموالية و بيانفار غوذونيغ يعني أنك تعمل على أن يأتي يعني أنك تعمل على إرجاع كما رأينا أنها عملت على إرجاع شامع إذن سنقول ماذا؟ سنقول لما تخص سامع عمان شامع الأيكول يعني أن المدرسة السامرة عملت على إرجاع شامع إلى المدرسة لما تخص سامع عمان شامع الأيكول إذن طبعا الحال هاد لوفاب غامني ممكن أنه يأتي في معاني أخرى ممكن أنني أقول لشخصين ألا غامين تو أفاسو كنتو دي يعني غامين تو يعني تعالى ثم يفعل ما يطلب منك ألا غامين تو أفاسو كنتو دي يعني تعالى وفعل ما يطلب منك ما يقال لك بمعن آخر أيضا نقول مثلا ماتنو غامين تو الآن تعالى أنا بزوان دو توى يعني أننا نحتاجوك نحن محتاجين لك إذن ماتنو غامين توى أنا بزوان دو توى إذن الآن تعالى نحن نحتاجوك أنا بزوان دو توى يعني أننا نحتاجوك طبعا الحال الناس الحاضرون هنا يحتاجونك بمعن آخر إذن نكتفى بالقدر حياكم الله وإلى لقاء قريب بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر